تلقينا العديد من الاستفسارات حول موضوع التئام العظام في هذا الفيديو سنشرح بالتفصيل عملية التئام العظام، العوامل التي تؤثر عليها والأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر أو عدم التئام الكسور تعتبر عملية التئام العظام من أكثر العمليات البيولوجية تعقيداً في جسم الإنسان عندما يتعرض الشخص لكسر عظمي يبدأ الجسم على الفور سلسلة من العمليات الدقيقة التي تشبه إلى حد كبير مشروع بناء متكامل في هذا الدليل الشامل سنستعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه العملية المذهلة المراحل الزمنية للالتئام بالتفصيل مرحلة الالتهابية اليوم الواحد إلى الخميس تتكون سريعاً جلطة دموية حول الكسر تبدأ الخلايا الالتهابية بالتوافد إلى المنطقة تفرز مواد كيميائية تحفز عملية الإصلاح مرحلة تكوين النسيج اللين الأسبوع الأول إلى الثالث تتكون أنسجة لفية وغضروفية تبدأ الأوعية الدموية الجديدة في التكون تظهر كتلة ناعمة حول الكسر كالوس مرحلة تكوين العظم الصلب الشهر الأول إلى الرابع يتحول النسيج اللين إلى عظم إسفنجي تبدأ رواسب الكالسيوم في التراكم تصل قوة العظم إلى 50% من قواته الأصلية مرحلة إعادة التشكيل حتى سنة يعد تشكيل العظم تدريجياً تختفي الزوائد العظمية يعود العظم إلى شكله الأصلي تقريباً أنواع الكسور الكسر المغلق البسيط كسر العظم دون جرح في الجلد الكسر المفتوح كسر يصاحبه جرح في الجلد أسباب تأخر أو عدم اتئام الكسور أولاً أسباب متعلقة بالكسر نفسه تباعد أطراف الكسر عندما لا تكون أطراف العظم المكسور متقابلة لجعل طرفي الكسر متلاصقين العلاج التدخل الجراحي شرائح، مسامير أو أجهزة تثبيت خارجية وجود عدوى بكتيرية صديد يسبب تاكل أطراف الكسر ويمنع الالتئام العلاج مضادات حيوية إزالة الجزء المصاب أو زرع عظم عدم ثبات الكسر وجود حركة صغيرة جداً في طرفي الكسر تسبب تأخر أو عدم لحام الكسر العلاج التثبيت الجيد بالجبس أو الجراحة ثانياً أسباب متعلقة بالمريض ضعف الدورة الدموية خاصة في العظام مثل العظمة الزورقية في الرسغ العلاج زرع عظم أو استخدام أجهزة مساعدة الأمراض المزمنة مرض السكري غير المضبوط هشاشة العظام الأنمية فقر الدم أمراض الشرايين العلاج التحكم في المرض الأساسي أولاً العلاج الإشعاعي لمرض السرطان العلاج استشارة الطبيب المعالج لأخذ أدوية تساعد على الالتئام ثالثاً العادات الخاطئة التدخين يقلل من فرص الالتئام بنسبة 50% الإكثار من المشروبات الغازية سوء التغذية ونقص العناصر المهمة نقص الكالسيوم نقص فيتامين D نقص البروتينات قلة التعرض لأشعة الشمس العلاجات الحديثة لتحسين الالتئام العلاج بالموجات فوق الصوتية يحفز الخلايا العظمية يزيد من تدفق الدم يستخدم 20 دقيقة يومياً العلاج بالخلايا الجذعية حقن الخلايا جذعية في منطقة الكسر تسريع عملية تكوين العظم الجديد نتائج واعدة في الكسور المعقدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط يحسن وصول الأكسجين للأنسجة يقلل من التورم مفيد في حالات تأخر الالتئام مكملات غذائية أساسية للالتئام الكالسيوم وفيتامين D الجرعة الموصبها 1000 إلى 1200 مجم كالسيوم يومياً أهمية التعرض للشمس 15 دقيقة يومياً البروتينات ضرورية لإنتاج الكولاجين مصادر جيدة لحوم أسماك بيض بقليات فيتامين سي يدعم تكوين الكولاجين الجرعة 500 إلى 1000 مجم يومياً الزنك والماغنيسيوم معادن أساسية في عملية التمثيل الغذائي للعظام تختلف عملية التئام العظام من شخص لآخر لكن الفهم الجيد لهذه العملية يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء فترة العلاج ننصح دائماً بالمتابعة مع أخصائي العظام والالتزام بالخطة العلاجية والصبر حيث أن عملية الالتئام تحتاج وقتها الكافي تذكر أن الوقاية خير من العلاج لذا احرص دائماً على سلامة عظامك من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة المناسبة ذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد شكراً لكم على المشاهدة ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري